وفي شأن المتصل أعلن المركز الصحفي لقيادة القوات الموحدة أسر ثلاثة مسلحين موالين لروسيا حيث استطاعت مجدمعة استطلاع تابعة لكتيبة الدنباس كانت تعمل خلف خطوط العدو استطاعت رصد موقع مراقبة روسي وبعد معركة قصيرة تمكن أفراد المجموعة من قتل أحد المسلحين وأسر ثلاثة آخرين وأشار البيان إلى عودة أفراد المجموعة إلى قواعدهم ويذكر أن هدف المجموعة كان تحديد نقاط إطلاق النار التي قصفت العدو أو قصف العدو منها أحياء سكنية في المنطقة وختم البيان العسكري الأوكراني بأن الأسر الثلاثة وأسلحتهم الشخصية تم تسليمها إلى جهاز أمن الدولة الأوكراني ولا تزال التحقيقات مستمرة معهم قيادة القوات الموحدة سلمت الأسر الثلاثة وأسلحتهم الشخصية إلى جهاز أمن الدولة الأوكراني ولا تزال التحقيقات مستمرة معهم حتى الآن قائد المجموعة والأفراد الذين شاركوا في أسر المسلحين سيقلدون أوسمة من الدولة اشتركوا في القناة